يا أخي قضية قضائية في محكمة من محاكم المملكة العربية السعودية ونعرف قصتها دعوى رفعت بين شقيقين تداعيا عند القضاء ليس لأجل ميراث بينهم لأجل كل منهم يريد كفالة أمه كان الرجل الكبير قد شاخ وقد تعب والسكر والضغط واخوها قوى منه انتقل من الرياض وأتى إليه في بلده وأتى إلى القاضي حاول من في أخيه عطني أمي عطني أمي أنا أقوى منك وأبنائي أكثر من أبنائك تفرق أبنائك عنك وأبنائي حولي دعلي فرصة أن أبر أمي قال لا والله إنك لمسكين أفرط في باب الجنة فانتقل إلى القاضي وعند القاضي ولا يلام القاضي لو دمعت عينه عند القاضي هناك تكون الدعوة يا شيخ أنا أقوى على خدمة أمي من أخي فيلتفت القاضي إلى أخيه الأكبر تسلم أمك؟ قال لا وكيف أسلم حلوة اللبن؟ وكيف أسلم باب الجنة؟ قال إذن أحضر الأم إلى المحكمة فأتت الأم حمولة في شيء يحمل فيه كالصغار لأنها قد أوهن أوهن العظم واشتعل الرأس شيبا وفنيت ما بقي إلا جلد يلتحفه أو يلحف ذاك العظم الرقيق فقال القاضي لها تبغين فلان وأظن الأول اسم حيزان أو تبريدين فلان قالت هذا يا شيخ عين وهذا عين كلاهما عيوني ما حدي تستغني عن عيونه فما كان من القاضي إلا بعد النظر للمصلحة للأم إلا أن قضى أن تكون للأصغر فضم أمه وحضنها والمنظر حيزان يركض ورمه يبكي يوم والله لومه بقاضي والله ما ياخذت والوعد عند ربي قاضي السماء جل وعلا إذا كان أخذوها مني كرها ويبكي ودموعه على خده مع أنها كبيرة كم واحد مننا فكر الآن بعضهم أمه مريضة في المستشفى وضع عندها خادمة وله أشهر لا يأتيها